الحياة الثانية دايما لابد ان هو يتكلم عن العلماء عشان يحذر الفرد ده من العلماء واراءهم حتى لا يقرأ لهم دايما العلماء يقول لك علماء سلطة كله كل العلماء علماء سلطة انت في الاصل ما ليكش دعوة بعلماء سلطة ولا علماء انت ليك دعوة بأن هؤلاء العلماء يقولون الحق ولا ما يقولوش الحق ان ما قاله صواب ولا مش صواب ولذلك من ضمن الطرق بتاعة جذب الناس هدم كل الحكام هدم مشروعية الجيوش هدم مشروعية القوانين هدم مشروعية العلماء بأن علماء سلطة المساجد دي مساجد تبع الحاكم ومساجد ضرار لا ينبغي أن نصلي فيها الحكومات طبعا مرتدة وممتنعة عن الشريعة كل ذلك ده بيصب كله في أمر واحد وهو أن كل هؤلاء إما كفار أو مرتدون أو مقصرون وهؤلاء ضيعوا الإسلام ولابد أن احنا هنعيد للإسلام مجد وعهد وما إلى ذلك من طرق برضو الاستخطاب أن ينشأ له مجتمعا كاملا بديلا عن المجتمع الذي يعيش فيه مجتمع يزوجه فيه ويأكل فيه ويشرب وكل شيء هذه بعض طرق الاستخطاب وكل طريقة منها لها